موسيقى رفقت جلالة الملك المفدى سلامة في الحل والترحال هذا وأكد جلالة الملك المفدى أن القمة المرتقبة تأتي في ظروف وتحديات بالغة الدقة تمر بها المنطقة تستوجب مضاعفة الجهود للمحافظة على مكتسبات الشعوب والدول الشقيقة ويعقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي القمة الخليجية السادسة والثلاثين في الرياض بالمملكة العربية السعودية حيث من المؤمل أن تناقش ملفات ساخنة على المستويين الإقليمي والدولي تشهد قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي ستعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية ملفات ساخنة على طاولة البحث والنقاش وقرارات مصيرية يجب أن يكون لها حيز في الفضاء الخليجي والإقليمي بل والعالمي على حد سواء جلالة الملك المفدة أكد عند لقائه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن لقاء القمة المرتقب يأتي وسط ظروف وتحديات بالغة الدقة تمر بها المنطقة تستوجب مضاعفة الجهود للمحافظة على مكتسبات الشعوب والدول الشقيقة ما يعني أن الدول الست لا بد أن تستعد لمواجهة أكثر ضراوة مع تلك الملفات وتستدعي تشابك الأيدي ومحاذاة المناكب والأقدام صفا كالبنيان المرصوص وتعقد القمة السادسة والثلاثون للمجلس في ظل مجموعة من التحديات والأخطار غير المسبوقة حيث تعقد القمة في ظل تراجع أسعار النفط ما يحتم على الدول الأعضاء السعية لمواجهة هذه الأزمة وإيجاد حلول لها بالإضافة إلى العمل على تطوير مصادر الدخل غير النفطية وفق خطط اتحادية مشتركة مع تطوير مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة أما على الصعيد السياسي فإنه من الطبيعي أن تلقي الظروف العربية الصعبة بظلالها على طاولة البحث خصوصا الوضع المتفاقم سوءا في سوريا وتقاطع المصالح الدولية فيه على حساب دول الإقليم خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي التي ترى مصلحتها في ضرورة حل الأزمة السورية من خلال تغيير رأس النظام السوري كما تعقد القمة في ظل تطور عاصف لظاهرة العنف والإرهاب على الصعيد الدولي بدءا بما يسمى بتنظيم داعش ودويلات الخلافة وانتهاءا بتنامي العنف الداخلي يتصل ذلك قريبا أو بعيدا بتداعيات الاتفاق الأمريكي الإيراني في الملف النووي الذي يهدف إلى إطلاق يد إيران في الإقليم في شراكة أصبحت على السطح بعد أن كانت تحت الطاولة بين إيران ودول الغرب عموما وأمريكا خصوصا هذا الاتفاق الذي لم يتضمن أي قيد على تدخل إيران في شؤون دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى بطرق مباشرة أو غير مباشرة ما يدفع ذلك في جميع الأحوال الدول الخليجية إلى تقوية التحالف ضد إيران وأطماعها في المنطقة وتنعقد القمة في ظل استمرار عاصفة الحزم وإعادة الأمل والتي أحرزت نتائج هامة في تأكيد قدرة الآلة العسكرية الخليجية على مواجهة التدخلات الإيرانية في اليمن ما يجعل موضوع تطوير القوة العسكرية الخليجية من أبرز القضايا على طاولة القادة الخليجيين بالإضافة إلى حماية المنطقة من مواجهات عسكرية تجعل منها مسرحا لعمليات القوى الدولية المتعددة تحت ذريعة الحرب ضد الإرهاب وتبقى القضية الفلسطينية قضية محورية لا بد لمجلس التعاون الخليجي من قيادة العمل العربي للإعلان عن مواقف بشأنها في ظل التعنت والصلف الإسرائيلي قمة الرياض التي تحمل هموما عربية أكثر منها خليجية تبحث كل هذه القضايا وربما أكثر في ظل المطالبة الشعبية والطموح الرسمي بتحقيق دعوة بومتعب للانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر